وادعرضت لضغط شديد فهما ما عندهن الشجاع يواجهوا بيها الجيش ولا بينتغموا من الجيش بيجروا طوال للمدنيين يدونوا في الفاشر يدونوا في السنار يدونوا في ضواحي بحري ويدونوا في مدرمان وفي مدرمان إحداثياتهم ثابتة كل العالم عارفة يعني يدونوا في مستشفى النو في محيط مستشفى النو في الأسواق الأمم المتحدة عارفة الحاجة دي والصليب الأحمر عارف والسعودية عارفة والإماراض عارفة ومصر عارفة والعالم كله عارف يعني وإحنا كلما نزيد ثبات ونزيد صمود هما بيستحدثوا وسائل وكلها بالأطمينكم يعني حتى لو تكلمنا فيها فصلناها أو ما فصلناها ولكن أطمينكم كلها تتكسر أمام صمود الشعب السوداني وبعمل فو ده كله إنه الشعب السوداني ده ما يتحرك يعني الناس ما تتحرك في ترتيبات بتاع الزيارة لمحمد بن زايد إلى مصر والدنيا آخر سنة طبعا آخر سنة دي مواعيد الحروب والانتخابات ومواعيد الأقصاد بتاع الصندوق النغدة الدولي وكده فماشي قبل السيسي طبعا بالتأكيد حيشتري موقف يعني آآ دي إشارة يعني وإحنا إحنا كلما مصر تضغط المواطن وتضغط اللاجئين وتضغط الحكومة إحنا كويسة آآ في النهاية الجيش في الميدان حيشتغل يعني ما حيكون في خيارتان فأي تصرف تأخذوا مصر تجاه المقيمين عندها إحنا أول حاجة بنقول لهم من حقكم أي تصرف وآآ مصلحتكم يعني ما عندنا مشكلة دي بتتغطلين قوات المسلحة بتعيد ترتيب صفوفنا والأهم بتعمل ترتيب استراتيجي لمسألة آآ آآ الأولويات يعني هل ندافع هل نهاجم آآ بتخلينا نتحرك فما في مشكلة يعني برضو حتكونوا شايفين في الأخبار وإنتم ما شايفين الحياة بها مهمة عندكم يعني ده زات درجة وعي كبيرة الحرية تغير بتتحرك في اتجاهات مختلفة يعني قبال زيارة البرهان لنيويورك حمدوك عنده ترتيبات يكون تغريبا وصل آآ ما ودأكده أنا أنا ما متابعة اخباره كويس لكن شايف الأخبار العالمية بتتكلم عن الحياة دي وآآ حيكون وصل نيويورك وكده يعني وأنا ما عارف بنازح في السلطان يعني شمي يعني وهو حمدتي ما مشا نيويورك حمدوك مش كيف يعني الزولة اللي استغل آآ الحرية والتغير مجتهدة في انها تواصلت آآ بتتغارير بتترفع من مستشفى النو تحديدا يعني وأنا الرسالة دي بتعمده كده في الشكل العام أنا بحارف في الأعداء داخل السودان وداخل القوات المسلحة وداخل البلد وجهات في القوات المسلحة بيتحاربنا نزاته يعني مثلا الليلة في معسكر المدرعات اللي هو اتحركوا الليلة وأمس اتحركوا وعملوا الحاجات اللي احنا طلبناها الديني حاجة واحدة أنا قلتها ما في مصلحة المدرعات مثلا انا بقول لهم دونوا العمارات لحولكم الليلة صدر قرار مش للمدرعات بس لكل المعسكرات اي عمارة محيط معسكر او فرقة اضربوا الطابق الفوق واضربوا الطابق التهد والليلة صدر للمدرعات القرار ده هل ده في مصلحة ولا ضدهم ده في مصلحة بعزز موقفهم بيأمنهم اكتر ما بيتكلفك حاجة جيبت دبابة واجيها بس في العمارة دي واضرب طلقة واحدة القناصة اللي فيها بمشي انت ما بيتموت تاني فهل هل المطالب دي كانت فهم مشكلة الليلة والمدرعات استجابت ليها ففي ناس جوه المدرعات الاستخبارات شغالة دمنه اللي بتواصل مع صرفه هو يتواصل معي كيف وانت مانعين اللايف بتاعيش تغل جوه المدرعات نصر الدين مالع من شهر اتناشر الفتر الجوك بتسمع في صرفه بيتربسه قاعدين يعني كيف يتواصلوا معي وبعدين انا ما قاعد اتواصل مع ذو المباشر بالمناسبة يعني انا ما قاعد اتواصل مع ذو المباشر عندي ناس بعتقد فيهم لما نقول ليه الكلام خلاص ما محتاج اتواصل يعني في المدرعات مع الناس الجوه يعني حركة ما عندها معنى يعني قلنا شو مضدكم حسي بل بالعكس احنا بنضغط ليكم في الغيادة تحرك ليكم في السلاح وتحرك ليكم في النواقص حددكم بكرة جاياكم حاجات ناقصة وسلاح عديل ما هو الكلام اللي احنا بنقوله بنضغط البرهان بنضغط هيطة الارقام بتجيكم الحاجات ما سيجسلة بتاع الجيش بكلها في مصلحاتكم بكشف ليكم في الخوانة والمتآمرين التغارير اللي بتترفع ضد القوات المسلحة من داخل مستشفى النوو والاستخبارات عارفة اسماء والاستخبارات المضادة عارفة اسماء وعارفة منظمات اللي كانت حايمة حسي دي والشغل بتاع الاستبيانة اللي في جروبات قحت وعندهم جروب مزيف مراجعين انا تكلمت عنه قبل ستة او سبع شهور ورصدنا الجروب ده كان في ضنغلة في الشمالية وعملوا استبيان وعملوا كده انه يوقف الحريب وكده الاستبيان ده وصل خمسة الف اسماء والاستخبارات عارفة متابعة يعني التغارير اللي انا اسم بتكلم عنها دي انه احنا بنحارب في ناس بحاربوا في القوات المسلحة الجيش المفروض يدعمنا استخبارات تدعمنا الدولة تدعمنا مخلنهم متحركين التغارير اللي ترفعت من مستشفى النودي تدين القوات المسلحة دي اللي تبنى عليها تغرير اه توصيات المجلس الامن الدولي يعني انه يجيبوا اه فصل السابع والقاحات عندهم اعلاميين اللي بيكتبوا ليكن عن امدرمان هو قاعد في اغندا ده ما دل بتواصل مع الناس دي اللي قاعدين في مستشفى النودي ذاته الليل المستشفى النودي اه كمية الاصطافل فيه والقاحاته دو المستشفى بيحققوا مع المصابين انه ندين القوات المسلحة بروفات ودكاترو انا تقول الكلام ده عشان احنا الناس تاخد حسابه عشان انا ده ما وقت انا افتح ليه فيه بلنجة زي دي هو البلنجة بتاخد معي ثلاثة ساعات مستشفى النودي بننظيفه لكن انا مادا ننظيفه انا عندي فارايزات وداركن تشتغلوا الشغل مخليكم من زمن المبعوث الامريكي كان بخش متنكر جو المستشفى بيصوروا دليلوا انا مخليكم تاخدوا راحتكم عندي فوق اراه تمام تغارير دي قحت خاطب ستة واربعين منظمة وجهزوا ادانات القوات المسلحة دي 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 مقالات حسي عالمية على ضوء حمدوق مشى او حيمشي نيورك مخاطبة الولمتحدة وحيمشي مع رئيس الدولة ذاته امشي يقدم خطابات تدين البرهان والجيش انا بس بوريكم انه البلد دي احنا 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 يعني اه الدعم السريع اخسم بالله هو اللابس اخدر عديل حاجة تقريف بالمناسبة ستة واربعين منظمة هم حسي الاستاذ حنان بتنزل لنا الصورة في الكوفير لكن حنان شغالة في في التغارير دي نفسها بالتسعين في المية من التغارير دي تدين القوات المسلحة وتتهم القوات المسلحة بل اغتصاب والنهب والقتل والسرقة طيب ليه احنا ما يكون عندنا كيان يوازي الحاجة دي احنا كان عندنا كيانات سياسية كيانات سياسية اعلنت ولاء القوات المسلحة وتبنت الدفاع عن الشعب السوداني وتكلمت باسمنا واحنا ادينا تفويض حضروا اجتماع في اركويد في برسودان حضروا اجتماعات اريتريا وحضروا اجتماعات القاهرة جونا راجعين بعد ذلك بعد موضوع جينيف بدينوا لينه في القوات المسلحة وبيقولوا البرهان لازم يمشي جينيفا حفاظا على زي ما قال منناوي تكلم عن واحد في غنات الجزيرة اه في الساعات الفاتر سألوا من زول قال ليه اخذنا كرسايم اضيع زمننا فيه قال ليه داخل معروفة زول قال شو نعم منناوي قال الحركات الكفاح عندها مصلحة في استمرار الحرب انه نسوان وامهات واطفال وهم نفسهم محاصرين في الفاشر بيموتوا في اليوم بل عشرة والعشرين الدعم السريع بيدون في الفاشر من تصبح على حد العشية حاضر لانه والله الحركة عندها مصلحة في استمرار عندها مصلحة شنو الحركات منناوي عنده مصلحة شنو يعني ما هو الزول ده وصل غمة المافيوز وزاته الزول ده حاكم اغلين دارفور تاني في دار تدي شنو يعني مصلحة منناوي شنو انه استمتع بحكمه ده الاخده بشرعية جوبة ولا يقعد يخلق له وحرب منناوي مصلحة شنو يا ودى الاسرة الكبيرة لانه انت حسيت انه منناوي اخد حقه حسيت انك ما بتجدر تسيطر على منناوي ما بتسيطر على التنبور ما بتسيطر على حركات الكفاح ما بتسيطر على المقاومة ما بتسيطر على المستنفرين وعي الشعب بيجي بيجي بيالعكم بدل كنت واقف في صف القوات المسلحة القوات المسلحة وقفتك معها بالمناسبة ما بتديك منصب قوات المسلحة وقفتك معها ما بتديك منصب بتديك تاريخ بتديك موقف الموقف ده بعدين بتترجم لاجيار كنت جاهد ما بنديك حاجة حسي ما بيوعدوك باي حاجة احنا عربية بتاعت اخلاء من الميدان ما عندنا ما بنوعدك بيالاند كروزر ولا بنوعدك بوزارة التجارة وقفتك مع القوات المسلحة هي وقفتك مع الحق ولا حيشكروك عليها اصلا لكن الناس بتبدل مواقف لانه حست خلاص حست انها حتتمحي احزاب بيوت بيوت كانت بتحكمنا بسلطة دينية وطلع في النهاية كلهم احنا مفروض يكون عندنا كيان يرود على قحت قحت بنلقى دها طفويت تتكلم باسمه وتخاطب المنظمات قحت هي الليلة في صفحاتهم بيكفلوا من التعليقات قال السيليكال بيخاطب 46 منظمة ده ويدين القوات المسلحة ويفرح بيدخول الفصل السابع فرح بورما بورما ده رئيس حزب الامة حزب الامة ده شهرته وقومته تاريخه وقائم انه طرد الاستعمار الليلة الاستعمار جايباوا بريطانيا بورما بقول لهم ايوة لكن طبعا بيذكرنا ابناء المهدي الشالو السيف حق المهدي سلموا للملكة فيكتوريا في بريطانيا والليلة هم لو دخلوا مواقع اي باي بيلجوا انه جبة المهدي معروضة للبيع جبة المهدي الف وتمنمية وتمانين لحد الف وتمنمية تمانية وتسعين طمانتاشر شنة الجلابية بتاعتوها على الله معروضة بلفين دولار رقال عامم متحف المهدي زينب الصادق ما بتدهر تتكلم مريم الصادق ما بتدهر تتكلم ولكن احنا مازاعلاني على انه ده تاريخ احنا مازاعلاني ده ما تاريخنا ذاته باعوا جبة المهدي وسيف المهدي والله يا اخي معا دي حقبة احنا دارنا تنتهي اصلا بتاريخ مشوه سلالة سلالة هي دي سلالة حسينة بيقولوا يا اخي القوات تدعي انها دخلت دار حزب الامة تدعي انها تدبع للدعم السريع دي قال عامم مريم دابع عن حزب الامة فاحنا مازاعلاني يبيعوا جبة المهدي يبيعوا المهدي ذاته فارتقوا غبره ما عندنا لو حاجة حاجات زيدي ذاته انا كرات دارنا تتمسح عندنا حاجات اعزة واشرف واطهر من الكلام ده تدمرت يعني لازم يكون في كيانات لازم يكون في سياسيين لازم تكون في منظمات لازم تكون في لجان من الدولة ترد على الحاجة دي تطاردهم واحد واحد ما زال السؤال الخفي بيظهر التركاية يعني عسكريا ما عندنا مشكلة احنا فاهمين الوضع العسكري والظروف المترتبة لكن انت حضرتك وزير الخارجية بيان زي ده اطلع يروت فيه زول يقول لك انتم عاشين ورا زول متخفي وبعرر ليه كون زول متخفي طيب ايضت الظاهر ده يعني الحاجات دي بتخليها تمر منك كيف انا ما ما بهمني البيان بتاع المنظمة ولا بهمني الاسلوب بتاع حانان حسن انها تشغيلنا بيجاي وبيجاي بيتحد بتكتب لنا في في منشوراتها حانان هي عارفة بالسابق في الزمن طبعا انا فاهم احساس حانان واي فرصة تلقاها تشبس بيها وتدين الشعب السوداني تدمر السودان هي حتعملها واحنا شايفينها وكل كيد الشيطاني كان ضعيفة ما خايفين منا انا بقول الكلام ده لانه انا بتساءل اين الدولة الدولة كانت ممكن قبلي ما حمدوك ده اركب طيارة امشي نيورك انا افعل القانون بتاع الانتربول ادار زولي شرح لها الانتربول ما ما دخلت مدني لانه مدني والله صرفه طبعا نتو تتكلم ساعة اسكرية انت ما فاهم خلاس كويس ليه ما مشت قبطة حمدوك حتى الحاجة اللي احنا في مصلحتنا حمدوك حسيدي بيحرق في الفصل السابع خالد سيلك كاتب منشور قدر كده طبعا ما غريب عليه ولا مستبعد لبا العكس خالد لازم يكتب يرحب بيتدخل الامم المتحدة والفصل السابع في السودان بنزل خالد احمونا من من يا خالد ما بقول لين ما هو اس الفصل السابع ده ما داخل لانه جرائم الدعم السريع ضد المواطن وضد الجيش وضد الشعب السوداني اتو فاهمين غلط الفصل السابع ده جابوه لانه ادان القوات المسلحة يبقى احنا المواطنين مفروض نرفع شكاوي ضد الجيش وعشان يقوم الامم المتحدة تستجيب تجيب لينا الفصل السابع وده ما لحصل الحاصل ان احنا رافعين شكاوي ضد الدعم السريع وقعت دعمت الامم المتحدة جاب لينا الفصل السابع دار تحرسوهنا من منه من الجيش ليه الجيش عمل شنوه بيدوين المدنيين وبضرب المستشفيات وقعت في بيوت المواطنين وقعت في العيان المدنية وقعت في المؤسسات وقعت في المستشفيات هل يعقل يا اخواننا نسأل الله انه في الايام المباركة دي انه يرد كيدهم في نحرهم ونسأل الله انه خالد السلك ده يكون عيزة وعبرة زي ما هو الان عيزة وعبرة نحمد الله على استجابة دعائنا خالد احنا الان بنشوفه ماشياته حده يعني حتى هو لما نمشي افرح بالموضوع بتاعتدخل دولي طيب حتحكمونا كيف بعدين ما هو السؤال هنا انت يا خالد حتحكمونا كيف خالد انت خارف من شنو ما ناسك قاعدين في وزارة الخارجية والبرهان ده ما زولكم والدولة ناسكم والدليل انه ما قبضوك يعني انت متخيل الحاجة دي انه ما قبضوك يا خالد ولا حركوا فيك بلاق مخلينك تعمل في السحنة اللي بنعمل فيه المجهود ده كله بسيط جدا انه انا اسحب منك الجنسية علنا اذا رفضوا انه اي دولة حمدكم او دولة سانداتكم انه انا ما اعتغلكم بالانتربول انا بسحب منك الجنسية السودانية ليه البرهان ما داري اسحب من الجنسية من حمدك مخلينه مفنجة في الكوكب ده ليه ايه يقول لك انت البرهان ده شغال والحادي طيب اشرحوا لينا ما هو حسي دي الادانة بتاعة الفصل السابع دي ده موضوع متحرق على قدم وساق حدخلنانا في مواجهة في غين عنها مع المجتمع الدولي احاربهم في الميدان بدل انت تستسمر مجهود ده وتسوقنينا مش نحارب الدعامة اتحت خلينانا احارب احارب المجتمع الدولي كله افرتق السودان الموضوع ده بسيط يفتح الباب يا يا سرعطة وتلبه الكبر بتاع بحري الحرب انتهت افتح الباب بتاع الغيادة وتلب الكبرى امشي سلاح الاشارة اربط بينهم الحرب انتهت افتح الكبرى يا ناس الدندر الحرب انتهت افتح الباب بتاع الفرقة التالتة خش المصفى بتاع الجيلة الحرب انتهت لكن احنا بنحوم في تخوم قحت بنحوم في تخوم الانتصار بنحوم في تخوم كل مرة يقول لك الجاهزية والمرة دي فرق والاجتماعات دي الليلة اجتماعات بتاعت القادة وغرروا الاكتساح زي ما قال ياسر اعطى. ياسر قال الكلام ده كتير. قال كتير يا ياسر كلامه ده. كتير قال. هشغلوا ليه بحسي. الناس كانت موالية القوات المسلحة في الفترة الفاتت كيانات واسما كبيرة زي مبارك الفاضل باتهم الحركات انها عندها مصالح من ناوي. من ناوي مصالحه شنو ما اخد حاكم غلم دارفور. جبريل مصالحه شنو ما اخد وزير المالية. عندهم شنو تاني يعني اكبر من كده. دي الحاجة طلبوها اخدوها. المصالح شنو انه استمرار الحرف في الفاشر. المصلحة شنو يعني? بتطاولوا على الحركات المسلحة بقول لك الحركات المسلحة قالت احنا حنحرر الفاشر وحنحرر دارفور وقاعدين لسه قاعدين محاصرين في الفاشر ما قدروا يطلعو. خلاص مما قادروا ما قدروا يطلعو. اصبح احنا ما ناكرينها. اتا لقوت دار تخش الفاشر ما لك ما خشيت. خلي الحركات دي وما وفت بالتزامة وما حررت دارفور. اتا الدعام ده. والقحات ده. البتتهم الحركات ده. ما لك ما خشيت الفاشر. غلبتك ما لك. اصبح جيت تكوسة بالفصل السابع. اتوا ما مشيتوا تجيبوا الفصل السابع عشان في الفاشر غلبتكم. مبارح عاملين توصية انه الفاشر تكون منطقة منزوعة السلاح. هو الدعامة قاعدين جوا الفاشر عشان تنزع سلاحهم. الدعامة قاعدين برا. انت دار تنزع سلاح المقاومة. والحركات بتاعت الكفاح والمشتركة. ما لانه غلبتك تخشها. ما شيت تجيب لها الامم المتحدة ذاتها. مية ستة وتزعين دولة. لانه غلبتك تخش الفاشر. ولن تستطيع انك تخش الفاشر. وانتوا حساباتكم في الفاشر بقت مجهولة. كان قحت ولا الامارات ولا غيرها. الليلة التغرير التاني بتكلم عن الامارات دخلت مية اتنين وعشرين حاوية بتاع السلاح. الليلة التغرير بتكلم عن الدولة اللي بحبوها. الجياشة. تغرير عجيب يعني بيقول. دولة اللي بتحبوها. لك ما تتكلم فيها الدولة دي والله يا سعادتنا. انا 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 مؤمن ايمان قاطع غايته بس. استغفر الله العظيم. ويانا التغرير بتاع الدولة دي. يا عزر عرمان و خارج السعودية مطلع بيان بلسان التحالف اللي تكون بين امريكا والامارات وسويسرا وجينيف. بيغرروا في شاننا السعودية بيانا بقول شون يا برهان. بيطالبوا انه يفتحوا معابر جديدة. خاصة معبر اويل في جنوب السودان. احنا طبعا عندنا اتهامات علنية وخفية لدولة الجنوب انه عندها مقاتلين بخلش السودان. السعودية ارض الحرامين اللي احنا اولادنا حرسينهم حسي. حسي احنا قاعدين حرسينهم. بخمستاشر الف نخبة. بناتنا يختصبوا. وحسي هشغل لكم فيديو. بتاع دعامي بيعترف انه سهولة حركته من ليبيا لحد جبل موية. وشالوا بنات من السودان وبيبيعوا فيهم في الجنينة وبيختصبوا فيهم. دعامي اسمع كلامه. احنا قواتنا بيتحرس في السعودية السعودية بالطالب هي المطلع البيان باسم التحالف الجديد. التحالف علني ضد السودان. علني. تحالف جديد. انه افتحوا معبر اويل. ويتقى السعودية ده رمبي معبر اويل شنو. انتو مش قاعد انت جيب لينا مساعدات حسي بيه برسودان. سفير السعودي انتو مش شفت صور وقاعد مع القوني ونصر الدين في بريطانيا. سفير السعودي الفي السودان. سافر لحد بريطانيا. التقى مع قادة الدعم السريع والصور معه نجا راجع برسودان. شنوريك الاختراق. لانهم اسيادنا. اسياد وزير الخارجي اللي بيقول احنا ما بنقدر نتطاول على صحاب السمو والسفل المعالي. هو عيام ميتين وطالع الوزير بتاع الخارجي. اي زول ماسك منصب حسي في الدولة دي عيان. السنة كلها قاعدين في القاهرة مجدعين هناك. الخارجية السعودية مطلعة بيان باسم التحالف قال افتحوا لينا معور باقوي لدولة جنوب السودان. برسودان مفاتحة محمد بن سلمان. هيب مش اللغاسة بتاعة الملك سلمان دي العجوة دي ولا شي تاني. دارت ودوها وين? انتو دارت ودوها وين? نسلم لك مناطق يا سيطرة الدعم السرية. تجيبها. جيبها بنسلمها للمنظمات تمشي تعمل لها اسقط. جيبها نزله في برسودان وين المشكلة? ماشي تفتح بدولة جنوب السودان ليه? الدول اللي احنا عندنا معها خلاف ذاته. الدول اللي احنا عندنا معها خلاف. للتوصية حقتهم. انا ما شفت السعودية تحركت في اللاجئين اللي قاعدين في اسيوبيا. ولا شفت التحالف دي تكلم عن اللاجئين اللي بتعرضوا للانتهاق في مصر. ولا شفت السعودية ادتنا اكرامية بتاعت اقامة للسودانين في حالة الكوارس. عملتوا لينا شنوين تو احنا ما حارسين نقوم. تو صعاليك ولا شنو? السعودية اللي يام الفاتت دي دورت حملة بتاعت اعدامات. عشان توري الكوكب انه احنا والله قاعدين وتخوفوا. الشعب السعودي متحرك. ده شعبي ده ربنا سعال تعالى خصاه بالنور. النور بيطلع منهم. وهو الحركة والوقي. السعودية لا يمكن تتكتف كده. انفجارة جاي جاي. شعب السعودي. ده لهم بالغنى والرقيس والناس بدأت تواجهها الحقيقة. يعني وظيفة واحدة مقدمين فيها اكتر من اربعة وعشرين الف مواطن سعودي. ان السعودية ماشية في كارزة. هو بيجاء بيضغط فيهم فبدأ يحس انه في حركة. اقسم بالله مطلعين غرار بتاع اعدام. دي ما سبغون فيها زول. اعدموا مواطن سعودي. قال لي ما الفاتت دي قبلي تلاتة واربع يوم. انا حاجة اقرأ ليكون النص بتاعه لكن. جاي يكون السعودية ما تستاجروا. كله وقته. عارفين اعدموه ليه? زمان كانت السعودية. عند هالاعدامات بتاعة الجمعة دي. الذين يحدون الله ورسوله. مخدرات بتاع بس. بيجي بيعدون الناس بترجف يعني. ده الحد كده اصلا يعني. كان بيجي بصورة لطيفة في نص المحكومين دي بيصفوا خصومنا السياسيين. وقد حارب الله ورسوله وقد خرج على الحاكم. بيحسروا لين اتنين تلاتة كده. الشغل بتعملك فهد. عبد الله. كانت خالد. لطيفة كده. الشيفس ده عمل شغل بختلف. خليك من موضوع خاشق دي في تركيا. ده عمل حاجة جديدة. انا والله سمعتها يعني في الاخبار والاخبار دي سمعتها اصلا كنت بسمع في برنامج حوار كده استضيفين فيه معارضة سعودية بريطانيين وكده وبتاع. وتكلموا عن الحادثة دي طوالي جاريت قلت كلام ده كذب. لا يمكن انه عمل فيهم محمد بن سلمان. ما داري شوف درجة العموين. لما انكتل خاشق جي. ولبس القضية. ومر منها تلات سنين. وما في وساله. بعد ده خلاص بيقدر يعمل الدائره. لانه حاسي ان الشعب ده ماشي يتحرك. بده يستخدم الاسلوب العجيب. سعودية معدي مليو واحد قال بيتهمة التعاطف مع جماعات محزورة. صحة الصباح. فتح الرادي بتاع العربية بتاعه مثلا شغل غنية لحماس فلسطين. حماس محزورة طبعا في السعودية. كيف? مسكوا بتاع الامن اللي قاموا شغل له غنية. الشعب العربي دي اسمها دي استحدث له حاجة جديدة. لا تهمة التخابر ولا تهمة التعاون ولا تهمة الانتمالة تنظيم محزورة او ارهابي. جاب حاجة جديدة اسمها تهمة التعاطف. انه قلبك ده فيه ميول للمجاهدين في فلسطين. ميول لمجموعة مضطهدة عمر الله حسينية في نجران ولا. انا ضد الشيعة طبعا ان شاء الله يقتلون كلهم. لكن تحاسب الزول بالنواية. تحاسب الزول بالنواية. ميزة الاسلام عن باقي الاديان شنو يا اخوان? النية. بس نقطة عربية امتهى. والله العظيم اعظم حديث عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم بيوريك فرق الاسلام من باقي الاديان موضوع النية ده. زمان طبعا الشغل كان حرحر. فقربا قربانا. شغل حرحر بتشوفه بالعمل. لا حاسب يخلوك لقي نفسك الموضوع ده صعب جدا. الاسلام ده دين صعب. انت اللي بتحاسب نفسك. اه تصهر انك بتضحك. وانك تلابس كاكي ومعانا. لكن جو بتخفي حاجة تانية. فالنية دي محمد بن سلمان الان يحاسب الناس بالنوايا. اعدم الزول والله. قلب بتهمة التعاطف مع جماعة محظورة. والله العظيم. اه? لا 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 لا. سيده سيدك وسيد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما نوقف له خالد بن الوليد. قال له انا بريء من الحاجة اللي عملتها. خالد بن الوليد كتل زول. ولما خطل السيف كده. بقى قال اشهد ان لا الهل الله وانا محمد الرسول والله. كتله. وهو واضح انه خايف منه. وخالد عنده خبرة بالمعارك. قلم النبي. قال لي يا زول هيو. اين تذهب من لا الهل الله? انا ما عندي معك شغلة. اين تذهب من لا الهل الله? قاله ولا ما قاله? دخلت قلبه انت? النوايا دي احنا بحاسبنا بها الله عز وجل. انما الاعمال وبالنيات ولكل مريم ما نوا. ده حديث خطير خطورة انه رواب عمر بن الخطب. بلو. ده بينسف لينا مزاهب الجماعة التانية. يجينا زول عالم يقول لينا انا ما باخد بقى حديث الاحد. شوني يعني حديث احد? رواب زول واحد. انت ما بتاخد بقى لو عمر الخطب. احنا اثبتنا ليك المتن والسند ورفعناه بالطريقة المتبعة في الصحاعة. واسبتنا ليك انه لا والله ما باخد. عمر بن الخطاب براو. ايوة ده الحديث البميزة للسام باقى اللا دي. انما الاعمال وبالنيات ولكل مريم ما نوا. نقطة عربية انتهى. خطورة انه ذات الحديث ده رواب عمر بن الخطاب براو. در تشكك فيه. عندك القدر يا زول. لا لا شغل بختلف. اه? اه? اه تقدر على الشغل ده. والله لا ما عالم ولا ما عالم. انتهبش الشغل ده وتبتنسف فيه قواعد دينك يعني. اخونا ده بيجي يحاسب بالنوايا محمد بن سلمان. السعودية. اللي هو هس يرتجف ويتوتر من اي كلام. والحارس منه قوة النخبة. الف سوداني لا الفين لا تلاتة لا اربع لا خمستاشر الف سوداني. انا بقيت اتحسس كده انه احنا قواتنا دي يا ربي معتغلة في السعودية. يعني البتة العمرة عشر سنين دي. تتصدى براها. تكون بين مجموعة من الدعامة بضربوا فيها. ما في زول معاها. ما معروف ابوها من امها اهلها اخوانا يا تحت هي الفيديو ده عملوا الدعامة. قواتنا هناك بدعين. يشن بعين. يعني الزلده ماسك عليهم حاجة مسلا. في تعاقد بين السعودية وبين سلمان وبين برهان بين بين. لما نجحها مدوك قال يا اخي لن نغير الاتفاقيات الدولية ابي يجيب اولادنا دي. دي السعودية احاسي قالت تفتح المعبر بتعاويل. عندها شنوب هناك. دار تدخل شنو الامنوب هناك. بهناك دار تعمل امداد الدعم السريع ما منتظر الخريف دي امتهي ماشي على الجهة بتاعت الجنوب. ماشي الدمازين والليل الازرق. منتظر بس الخريف. الدعامة طبعا مش الدعامة النيرت. اللي بيردوا عليه في تيك توك ولو. اللي ما قاعد تشوفهم دي الاسطاني. دعامة دعامة بيكتبوا فرنسي وانجليزي. امز عندهم زول صفحة معتبرة عندهم. بيكتب بالفرنسي والانجليزي. امز بالفرنسي كتب انه الانصراف خايف من دخول مانتهاء فصل الخريف. وانه الدعم السريع هيصل النيل الازرق والدمازين. بقى الخايف. وبعدين ختم المقال بتاعه بيضحك. وهي صفحة معتمدة بتجيب حتى من مصادر اجنبية. بيكتب الحياة قبل ما تحصل. فهم بتابعين الكلام. انا حقيقة بقول الكلام ده مش خايف من الدعم السريع. لانه انت دعام انا قاعد اسوبكم بالخلاة. صراحة والله. وقاعد اوديكم اللي حدفكم. عارف الهاتف. انا ما خايف من انه خريف انتهي الدعم السريع مش الدمازين. انا بقول الكلام ده ناس الدمازين يجوكم في سنجا. ويجوكم في جبل موية. ويجوكم في. لكن كلامك ده كويس. واكد الحاجة المخاوفية ذاتها. عشان الجيش بتاعنا يتحرك يكونوا فاهمين. حس السعودية حتفتح خط بتاع امداد لاحتلال الدمازين والنيل الازرق قبل انتهاء فصل الخريف. وطالبت باسم التحالف ده ان القوات بتاعتنا تفتح المعبر. وجيشنا يفتح المعبر والبرهان يفتح المعبر. وزير خارجيتنا طبعا ما شغال مع سعودية هو. حيفته. عيان حس يكونوا رسلوا ليه الورقة ماضى طوال بكرة صلاح يفتح ليه. حيوافق. ما عنده مشكلة. انه سعودية تتجرى انها تعمل حاجة زي دي. ما خلاص يعني. لانه قبل ايام لما انقالوا حكومة البرهان وموفد البرهان. البرهان ما رد عليه. ولا خارجيته ردته. اه تفهم يعني انه زل شغال معه نيح. خمستاشر الف مقاتل قاعدين حارسينه. وهو خايف من ثورة شعب ويمارس التقتيل والتبشيع. وا. اعتغال العلماء والاصوات الوعية مخلي الصعلوق بتاعه تركي على الشيخ وخلي السفحة ديله. وجايب الفنان اللي بتسيب الله والرسول في 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 جوة السعودية دي. اه عمل لها حفلة. قنيتها مع واضحة. بتسيب الله والرسول عديل. وعمل مجسمة. الكعبة بيجي نازل من فوق. هو قدامه عادي. يقول لك وطننا حكومتنا الرشيدة مليكنا حاسدننا. وانحنا حارسين الكلاب ديل. والله الكلب دي احنا حارسينه. تخيل يعني. انا دا اريد اقول صاحب رؤية استراتيجية ومنطق منطق يقول لي. الى متى نحتفظ بهذا المخزون. الى متى نحتفظ بالمخزون في في سركاب في حطاب في قوات دي. اربعة معسكرات في بحري. امس انا بتكلم عن الجزيرة. تعليقات بيقول لي يا اخي الجيشة في الجزيرة دي يصدق هنا الشمس. وما لو ما داري سدق? ده السؤال هنا يعني. لماذا لا تساب انت سدق هنا الشمس? انا بتساءل. والسؤال مشروع. وابقول انه احنا اه زمن حقنا ماشي سريع يعني. محكومين باجتماع نيويورك ده. ومحكومين بالخريف. البرهان فوض ثلاثة شهور من الخريف ولم يتقدم او يستغل الامر. البرهان بعمل شون? علم لينا ياسر ده كمان اللو لو. ياسر ده كان ماشي قويس. يهو ده ياسر. ياسر كان ماشي قويس وحاة اسم الله. وحاة القدق. وحاة القدق. ياسر ده كان ماشي قويس. الام وهوات الان بدد بدد يا اخوانا في التحرق الى مناطق الصراعات الملتهضة في اغاليم السودان الاخرى. احنا جاهزين السيدة الغايدة العام للاحتواء العاصمة احنا سيدة العام جاهزين للاحتواء العاصمة اسمها اسمها. وهوات الان بدد بدد يا اخوانا في التحرق الى مناطق الصراعات الملتهضة في اغاليم السودان الاخرى يعني احنا جاهزين السيدة الغايدة العام للاحتواء العاصمة الغاومية ونصافتها. والجاب يا اخوانا مفكوك. يعني حاسي ده اللي جاب مفكوك. الضغط اللي احنا بنتكلم به ده اخوانا المهلة اللي عندنا بقت ايام معدودة. اه ممكن تكون دي اخر مطرة تجي في القضارف. التلاتة شهور دي مواطن القضارف دي في الخريف. الدعم السريع ما وصلوا. المفروض استعدوا. الحشود اللي انا بشوف احسي حشد الدعم السريع مع اسكراتون على جهة السنجا وعلى جهة دي حشود كبيرة جدا. فهو راجل خريف انتهي وحيبدأ يواصل في شغله داعا. لما نجح شوف القضارف الناس المفروض يجيفوا ويحرسوا القضارف اولاد القضارف بنات القضارف نساء القضارف. اخر مظهر بتاع اصهار قوة ولا اه مقاومة شعبية. المقاومة الشعبية سبتت الدعم السريع من من الجزيرة اه سبع شهور. وسبتت الدعم السريع من من الشمالية سنة وتسعة شهور. ووقفتوها انتو دي كانتنا المسبتة. دي ما محتاج البرهان دي تعليمات. الموضوع ده انتو لميتوا قروش ولميتوا عربات. عملتوا مع اسكرات انشروا اولادكم. اركبوا العربات دي اعملوا طوافوا اعملوا 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 ارتكازات. ما هو بكرة الصباح لما نجيكم تجي ترموها في البرهان. عندكم ما هل اعملوا ابراءكم ما عندكم اش غلب البرهان. دي قدرته. ويهو ده كلامنا اللي بيعيدوه لينا. الجيش منتشر. والجيش ماشى المناطق الملتهبة. والجيش فكهنا اللي جامه. اوه اهو ده فاضل لك يا سبعة وعشرين يوم الخريف انتهي. نشوف اللي جامكونا الفكهاتو. مناطق التماس بتودون وين? تسوقوا الغوة دي كلها تمشي تخزونها جوى السنار. التدوين الحصل الليلة في السنار خطأ منه? الغلط بتعملوا التدوين الحصل. من الدعم السريع? لا غلط القوات المسلحة. غلط القوات المسلحة. ديوش مردومة جوة بدل تطلع كل مجموعة تمسك لها محور. التدوين جاكم من وين بكرة الصباح تسلمونا الناس اتدونوا ديل? ام شو لون هناك فيه حتتهم? خلاص هو بعد دائر فينه السنار حيد عامل معه كيف? وريته نقطة ضحفك انت. هو قاعد على بعد اتنين كيلو منك بدون في الاسواق وبدون في المستشفيات الناس حتطلع من السنار. هتبدأ عاملية النزوح. هتلقوا المواطنين طلعوا بكرة الصباح هتسلموا عليهم. هتلقوا المواطنين ما قال لهم خليفة دنجر اطلعوا سنجة سقطت طلعوا المواطنين سلمات جيش ما لقى مواطن معهم. مدني سقطت مدني ما سقطت. مدني الناس قاعدين سبعة مليون سبتمائة الف قاعدين. قال سقطت. يوم الخميس ما سقطت. الناس لقبت الشارع طلعت الجيش اه خمسة دقائق ما صبر. دوروا عرباتهم فتحوا ليهم الكبري. هتعملوا نفس الحاجة ديها. ما ا صرف الوضع اتغير. انا ما دار الوضع اتغير. انا ما دار اخش معك في التجربة دي. الدليل الوحيد اللي انت حترد لي بيه يا قوات مسلحة تحرق قواتك تطلع. انت لو سمعتوا الفيديو بتاع المستمفر الدعامي ده والكان في جبل موية وسرق بناتكن وخطف بناتكن واختصاب وبيع. ايتم مفرد تشيلوا سلاحكم ده تكونوا في الشارع حسي. اي رد من الغيادة العامة ان القوات متحركة وهي قاعدة في معسكراتها دي اسمها طابور. ياسر عاطة دار يرد عليه يقول لي انا وديت القوات دي مناطق الملتهبة في الولايات. تقول لي فكيت الحصار عن الفاشر فكاو? لا شفت القوات دي دخلت امداد الهجانة في الوبيض. لا شفت القوات دي مشت بابا نوسا. لا شفت القوات دي مشت النيل البيض هناك اهل حامي طمانتاشر وبدت تتحرك. لا شفت القوات دي طلعت مشت فكت الكبرك تاعجب. الاولياء? لا اودها وين القوات بتاعت دي. الجيش مصير على حاجة واحدة. بل حسابات العسكرية انا مؤمن تماما انه احنا عندنا جيش ومستنفرين ومقاومة وسلاح يكفي انه احنا ننتشر في السودان ده خلال ساعة واحدة. انت بتتكلم عن في معسكرات فيها اكتر من عشرين الف مقاتل. وكلهم مسلحين. معسكرات فيها عشر الف. وفيه الناس لليلة ما فكوا طلقة. تمام? خطة الانتشار اللي بتكلم عنها دي عندنا القدرة يعملوها. لكن انا في خلال متابعتين للجيش وتحركوا واستراتيجيته منذ ان بدأت المعركة حتى الان لم ينفتح في جباهات في توقيت واحد. طبعا بيحصل انه الطيران بيضرب في النيالة وبيضرب في الجزيرة وبيضرب في بحري وفي نفس التوقيت. ده ما انفتاح. لانه ما ما شفت في له تغيير انته. هو الطيران ده سي شغال وبيضرب في متحركات وانه قاعدين يحتلوا في الغرة يعني. لكن انفتاح في التوقيت واحد زي ما بيوعده احنا هنفتح جبهة بابا نوسا. وحنتحرك في الفاشر وحنتحرك في بارة وحنتحرك في سنار وحنتحرك في الخيار وفي يوم واحد وساعة واحدة وساعة الصفر الجيش السوداني ما هيعملها. ساعة الصفر دي والتجهيز ليها بحتاج ويتطلب انه احنا كلنا نكونوا مستعدين في بين نفس التوقيت بين نفس السلاح بين نفس العتاد والحاجة دي تكاد تكون مستحيلة لا تستطيع. انت ما قادر توصل امداد لجيش السنار حيفتتح لك في ساعة وعدة يعني. انت ما قادر توصل جيش امداد لجيش اه الهجانة حينفتح لك في ساعة واحدة. انت ما قادر تبصي الجيش المناجي الامداد انت ما هتنفتح كيف في ساعة واحدة? في جسم بتاع تخطيط استراتيجي قاعد اتكلم عنه كتير المخططين الاستراتيجيين. وديت الناس دي للحل والحل بسهولة جدا. ما محتاجين احنا نشرب. نمسك لنا حتة واحدة نكربه. الليلة الناس في مدرمان يعانوا من التدوين بصورة عجيبة جدا. وكل الجيش اللي يقدروا يعملوا يقول لايه ضربتها مدفع في في مور. بكرة الصباح تاني بدونونه. هس يكتبوا عنه حاجه يقولوا ليه الليلة دي ضربوا المدفع في مور اتدوله الصباح. بكرة صباح تاني شيدونه. بكرة الصباح مدرمان تاني شيدونه. بحر تاني شيدونه. الناس استعبت من التدوين. طيب المشكلة وين? تعالوا نمسك بحر ذي ام درمان ذي نحلها. عندنا الجيش في وادي سيدنا. وعندنا الجيش في كرري. تمام? عندنا الجيش في المهندسين. وعندنا الجيش منشري في الشارع عامل خاص. وقوات خاصة وقوات السناد. واولاد مبدة. قاعدين اي. اخوان بكرة تغيرين ننظف ام درمان دي. والله قالوا يا اخي في احتمالية انه سنار تزقط ما عندنا معيه شغلة. في احتمالية الفاشر تزقط ما عندنا معي شغلة في احتمالية اللو بيت تسقط ما عندنا معي شغلة نحدد عملياتنا دي مدة ثلاثة ساعات الجيش ده كله نفكه ثلاثة ساعات دي عمارة ننزل الواطة دي حتة قاعد فيها سلاح ننزل الواطة دي لده عامة مندسين هنا ننتهي منه ثلاثة ساعات ننطف فمدرمان دي ننتشر فمدرمان ما تقطع الكبري يا سرعطة يا سرعطة بيوعدني انه حيمشي اعمل امداد لبحري ويقطع به الكبري وهو انت ما قادر تنظف سوكليبيا ابي لاته منطق عسكري انت بتقول لي الكلام ده انت بتخدر فيني هزول ما هو انا وادي سيدنا دي معسكراته براه وكراري معسكراته براه كراري فيها نموذج مصغر من كل واحدة من القوات المسلحة فيها اثمين وعشرين معسكر كل واحد اخدت لهو الف بس ده الاثمين وعشرين الف بكرة الصباح اوارح سوكليبي لننظف سوكليبي تمشي القوة الاولى تنسحب تموت تستشهد ابي لها اجيب قوة الاحتياطي ابي لها اجيب ناس سركاب هيئة العملات ابي لها اجيب ناس خالد بن الوليد ابي لها تلاتة ساعات انا بنضف سوكليبيا نضفت سوكليبيا مشيت الصالحة حاصرت الصالحة جبت الماكروفون بتاع الجامع يا اخوان اي دعام جينا مارك بديكم تلاتين دقيق بحاصر الصالحة دي فوق تحيد الهليكوبتر الاباتش واقفة نزلة في الميدان ما ولا الطير انزلة ما دار انت مرجو اي بابلها لكن بيتوعدني القوات المسلحة انها جاب على الكبري من كرري ماشي بحري ايه تكذاب ما بتعمله وانا الرجيب حسي ما عملتها لان انا خطي خطة الانفتاح ايه تكذاب ما بتقدر لا تستطيع يا اخوي امشي نضفهم درمان دي كاملة امشي نسلمهم درمان كاملة بعدين امشي وقول لي انا ماشي بحري حبابك حبابك امشي نضفهم درمان هس الجيش ياسر قل لي انا وديت القوات دي لحد دي الولايات ياسر كذاب طبعا والله ياسر كذاب وديت الولايات كيف انت ما قادر توديها الصالحة انت بتهزر على من يازل انت الفتاحات ما قادر تخشها الفتاحات خاشلنا احنا باربعين مقاتل والاسنات بتاعهم تمانين شغالين فيها من عيد رمضان من شهر اربع انت عند قوات وديها سنار بتضغيش على مني انت بدونوا في المستشفات قدامك في مندرمان بدونوا في الاسواق قدامك في مندرمان بدونوا في المدارس قدامك المدارس القاعدين فيها الاسر ما تشيل القوات دي دي مش تشوفها المدفع داوين راجي شنو انت انت كالضبط يسرني ويشرفني في المقام دا وقول لي انك انت كالضبط انت خربك البرهان كنت كويس خربك البرهان وانت لان الجيش معتغد فيك قمت خربت الجيش الناس بضرب لناس مقاتلين في الميدان والله العظيم بصوموا يومين وثلاثة بيأكلوا بلحة والله العظيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص الناس ذيل من شدة ما معتغدين فيك يا ياسر انا بقول لهم بقول لي يا اخي نحن نتحرك ساعة الصفر جاية والله الواحد من حتته ما قادر يتحرك لانه خايف يقول لي والصفار يدو يكون مسلا مشى بيجاي ولا مش يشوف له حاجة يأكله ولا بتاع يكونوا الناس مش يفوتوا قاعدين بالحالة بتاعت الاستعداد دي يا ياسر بيكلامك ده شهر كامل شهر كامل تريد قول لي انا وديت قوة مناطق التماس والولايات سوق في منين تهزو لان الحس بيقول ما بقدروا يردوا عليه ولا يواجهوني كل يوم والتاني ساعة الصفر بعد ستة ساعات ان شاء الله الليلة الجمعة المباركة الساعة ثلاثة صباحا اربعة شهور سايقني بالخلة وانا عارف انه انت السايق بالخلة كنا في اجتماع البروف بيجتمعوا معاك ذاتهم بيقعدوا معاك انت والظافر ونساعة الاركان وبيقعدوا معاكم في قرفة الغيادة والسيطرة الجوالة وبسمعوا كلام الغادة عينك عينك بيطلع من الاجتماع بيقول لي يا زول على بركة الله بس كاتتولي لنا الدعوات الموضوع ده المرة دي تحسم ده المرة التالتة ولا فيه حاجة انت تتطع بحري وانت ما نظفت من درمان انا ما حصدقك ما حصدقك فانا بقول استراتيجية الجيش بتاعت الانفتاح في توقيت واحد الخطة دي ما في توافق ما في توافق لانه احنا في قادة بتاع المتحركات وقادة بتاع المفرق ما معانا ما موالي اللي انا ده حيجد ليه الشغل انا امشي حتة حتة زي اولادكم ديل ما بدوها من اللزاع شارع شارع العرضم درمان الدوحة الواحة المنصورة المسلسة المبادات البشير واسي في اه اخطخوم سوق ليبيا اه لو كنتوا انتوا بدأتوا الحاجة دي من كبر الخيار ده لحد الكبر بتاع دوبة لحد الكبر بتاع اه مدني البوليس لحد السوق الشعبي اسي كنت حررتوها لكن احنا في عصراتيه دور عربيتك دي بس قعده فحط فحطك 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 بس الناس تفحط طيارة فحط دبابة فحط ضيق الناس يا اخواننا اللي بقول فيه ده الخريف ما هيسمح ليكم البراحة اللي انتوا فيه ده ما استغلتوا الاستغلال الصحي البراحة اللي انتوا فيه ده ما استغلتوا الاستغلال الصحي جبنا لكم الاف المستنفرين خدتوهم في الدفاعات حق تكون وتقدموا انتوا لا انتوا لا دار تتقدموا للمستنفر دار تخليتوا وتقدم نعمل لكم شنو تاني يعني احنا دارين ننتصر يا سرعطة دارين ننتصر انت قبل اربع شهور جيت قدت عندنا اربع عشرة متحركات قاعدة في مدني قدت اربع متحركات تسعة الوية قاعدة في مدني الكلام دا لو اربع عشرة انت مدني غالبك تخشها بكلمون الناس اللي بعتقد فيهم قالوا ليه اخي فطور رمضان حق الجيش ليلة بدر الكبرى حيكون جوا مدني شفت قوة ميتين وخمسين تاتشر ماشية الجيلي والدعوان قالوا لينا العيد جوا الجيلي هس احنا لينا سبع عشرة حايمين في تقوم الجيلي فيش ما في الجيلي الجيلي ما قادرين نهابش لانه فيها حاجات ممكن تكون خلاص وراح نهابش جبلوليا لا جبلوليا دي احنا وام نقدر نهابش جبلوليا دا في مصلحة القوات المسلحة ولا في مصلحة الدعم السريع في مصلحة الدعم السريع طيب ليه ما در تهبشه لانه القاعدة اللي عنده القرار في الجيش ده عامي لانه الدعم السريع بياخد المسألة دي اهمية الجيلي عنده اهمية عند الدعم السريع جبلوليا عنده اهمية عند الدعم السريع القاعد بتاع الدعم السريع ما داعد في الغيادة والسيطرة هل هو البرهان هل هم كل القادة هل هم محمد عثمان الحسين ما بتقدر تحدد لكن قادة الدعم السريح هي غرفة الغيادة والسيطرة حقا الجيش السوداني ولا داع رغلات ما البرهان براه ما في ذلك شيء إلا البرهان الجيش ما مفتحين ما في شيء إلا البرهان براه تشيله معه لأنه قلتوا ماذا عادرين تدوا فكرة بتاعت إنكم تضربوا الكبري بتاع جبلوليا أهميته كبيرة جدا عند الدعم السريح صانوه كم مرة جبل الكبري ده المرة الأخيرة عند الجيش جنع يعني يتوى الطيارة دي قابل الله بنزين من جيبكم بتكلم معاي زول من الجيش بيقول لي يا أخي الكبري بتاع جبلوليا ده قبل أربعة شهور خمسة شهور بيقول لي عنده أهمية حسي إحنا عندنا بقاءه شغول خلوه ما تتكلموا فيه قلنا خير وعديل وزين جيشنا جيشنا يقول السمع والطع قلنا الناس عندهم خطة أعلى حاجة في السور أنا قاعدة يا أخواننا قاعدة عصر الناس زلع السر أكتر زول يعني بكتومة في الكوكب والشعب السوداني أنا ده أي زول يجي يقول لي كلام بسمهم طبعا يا زول خير أه والله تمام أه لخير يا زول والله إحنا متحركين والسعدات تقول له يا صرف مية مية يا زول والزول طبعا يزهر لك بأنه أنا والله طبعا الماسكة البتاعي وأنا الضابط الفلاني وأنا ما تشوفني في كده أنا طبعا بخلعك لما تتكلم معي مهزب تصدم ذاتك والله العظيم يسمعك بالله يا رب أنا وفقكم يا يا سعادة كيف أعوالك إن شاء الله بخير منصورين بيكم إن شاء الله يا زول على الضمان لا إن شاء الله بإذن الله لا أسن صلي ليكم راقعتين وندعي عليكم بإذن الله الله يوفقكم بكرة الصباح تي يقول لك والله بقين زي ما عارفين الجرجرة دي بتجي من وين إجابة سابتة بدت زول يوم يومين ثلاثة في ناس بيصمدوا يسبوع ما بسألهم ما لكم ما عملتوا الحاجة اللي قلتواه ما لكم ما ضربتوا الكبري ما لكم ما نطيتوا ما لكم ما خشيتوا وين الوسبة؟ عندنا الوسبة الأولى وعندنا حسي إحنا في الخطة رغم سبعة ما لكم ما مشيتوا والله يا إخزاء تبقين ما عارفين الجيش ده زي قرفونا وحيات الله كما بس التزامنا مع الشعب السوداني والله نملص الكاكده نشرطه دي جابة سابتة طبعا عند الجياشة طيب من الأول جاء تتكلم معي ليه إنت من الأول جاء تتكلم معي ليه؟ أنا شخصيا حسي ما قاعد أقرأ أخبار ولا قاعد أقرأ أحداث ليه؟ لأن أنا بصمع الحدث يا أخواننا حنخش مدني أنا ما أبقى فهم حاجة ثانية بس هنخش مدني كلامي ده للجيش في الشارع كلامي ده للقوات أسود النيل الأزرق الحايمين طلعوا من النيل الأزرق الداخلين سنجة والداخلين الدمازين إحنا معاكم ده الشغلة الصح تأمن النيل الأزرق في ولاس النار أنا أتفق معك كل العمليات العسكرية حقتهم في ولاس النار كده بأمنوا النيل الأزرق كده مخطط السعودية بتاع فتح البوابة حقت قويل جابين لكم البل جابا لمداد وعندكم قوات متمردة ومجموعات متمردة حتتحرك بعد الخريف اللي مداد العسكرية مدخلة السعودية ببوابة قويل البرهان وهو وزير خارجي تحفتح علينا البق مع برضا تلتكونوا فهمين يعني الشيطان شغال انتوا قاعدين خلينا البيكة بس البيكة والقواريك أسمع الله القرفونا الله البرهان ده زالت وحيرنا والله حول البرهان يا ظلح حول البرهان لا حولك أنت أكفل جهازك ديت عندك قوة دور قواتك خارج واكفل جهازك بس إلقاكم جوا مدن نشوفوا بسويشنا إلقاكم جوا سنجة نشوفوا بسويشنا لكن أهمية المواقع دي ما للقوات المسلحة المصفى بتاع الجيلي كبري المنشية واحد من المعابر حقتهم بيجيبوا به وغود لأنه جيش حطاب مكفول لأنه جيش الكدر مكفول لأنه معسكرات السلاحة الأسلحة مكفولة فالمعبر بهناك كبري المنشية أضرب ليون الكبري بتاع المنشية بتفصل الخرطوم وبحري وشرقنيل بتجهجيهم أضرب كبري صوبها إن شاء الله قطعها كلها ما فارقة معنا إنت ما حسيت بيراحة شوية لما انضربت الكبري بتاع الشنبات ما بعديه وقدرت تتخش اللزاع كبري ده بانيه وانت يا كباشي ما تضربوا يا أخي ضرابة بينهم المصفى ده هميته البنزينة اللي فيه ده قاعدين تشيلوا انتوا يا جيش ولا بشيلوا الدعم السريع بشيوا الدعم السريع عشان كده إنتوا ما يدر تهبش لأنه الدعم السريع عنده مصلحة فيه الزول المشغلngthون كلكم بيقول ل2021 المصفى ده ما تهبش المشغلriblyون قاعد يقول لإولايكم ما تهبش رجال شندي مقاومة شندي مستنفر إن شندي فرقة ثالثة شندي رجال شندي رجال العمالت دفع القروج دي ما قاعدين يمشوا لحد دي حجر العسل إنتوا ما عدر تجاوبوا اللي جابه دي تعرض انت سلمه شندي بس ما ما مش هتحجر العسل انت تر تسلم شندي بعدين البيكة ما بينفع قلنا لكم نكونوا لجان اللجنة دي حيكون عندها دور سياسي ودور عسكري الدور السياسي في شنو يا سيد صرفها الحرية التغيير بتتكلم باسمكم جربنا احزاب الخوانة وجربنا الجماعات وجربنا احزاب وتحالفات وساند القوات المسلحة ونطوا فوق حسي نقزوا فتضلين شنو فتضلين عين تزعتك عزيز المواطن سيدة الكلمة وسيدة الرأي والشورى الحرية والتغيير بتتكلم باسمك دارين افصلوا مناطق سيطرة الدعم السريع ناخد مثال ولاية الجزيرة الحال شنو سياسيا حرية التغييرة الان بتتكلم باسمنا خاطبة ستة و واربحين منظمة جالوا شنو الجيش قاعد ارتكب جرائم والمواطنين دي الدايرين يعيشوا مفصولين من الجيش تحت حكم ودارة الدعم السريع الدعم السريح في الجزيرة مسيطرة على مساحة قدر شنو او غرى قدر شنو ما زايدة من اربعة وخمش اه خمسة وعشرين في المية لكن ماسك حتات استراتيجية ايوة دي حقيقة لكن سيطرته خمسة وعشرين في المية دي ما بتديو الحق في الحكم بتاع حكم ذاتي او بالانفصال او بيتغرير المصير لا يستطيع ولا بيقدر اعلن حكومة لكن لازم يكون في شغل موازي انا ما ادار الحكومة ولا وزير خارجيتنا ولا النايب العام ولا وزير العاد الحاجة لا علاقة البرهان دي حالي بعيدة قوموا انتوا براكم جيبوا لكم واحد بيكتب انجليزي اتكلم باسم مواطنين ولاية الجزيرة يخاطب السبتة واربعين منظمة ذات الخاطبة قحت دي ويدين الدعم السريع تمام? ويتكلم عن فضائع وجرائم الدعم السريع وانه احنا والله يا اخي ما دارين نفس الولاية الجزيرة ولا دارين لا حكم ذاتي ولا بنعترف بيكيكل او بيحكومة قحت اكتبوا الكلام ده بالنانجليزي رسلوا لي ستة واربعين منظمة ذاتهم ده الشغل السياسي اذا هي المنظمات دي معترفة بالقحاتة القحاتة ما عندهم تمثيل لا سياسي ولا عندهم تفويض من الشعب السوداني ولا عندهم اي الية من الميدان يتديون الحاج يتكلموا باسم الشعب السوداني ايه تقعد جوا السودان عمللين فيديو احنا ساكنين في محلية المناجل مواطنين محلية المناجل نخاطب الامين العالم للأولم المتحدة انه الدعم السريع يتكلم فضائع واو 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 ويرتكب واو 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 ويعمل عملية حلال ويبدال ويستجلب مواطنين من الخارج واو 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 قولوا الكلام ده بالانجليزي خاطبوا ستة واربعين منظمة ده لزاتهم هي قحت بتتكلم باسمك وليه لأنه ما في حكومة ترد على قحت هي قحت فعليا حاكم السوداء هي فعليا حاكم السوداء هي اللي بتخاطب المنظمات هي اللي بتجيب الفصل السابع هي اللي بتغرر الاتفاقية بتاع الجينيفة هي اللي بتدعو الناس يمشوا لإيجاد برهاننا وحكومته قاعدين سي السيد علي أكبر برهان ناس الجيلي ناس شندي ناس عطبرة الشمالية خاطبوا المنظمات دي خاطبوا جينيفة زاتا خاطبوا المبعوثة الأمريكية كونوا لجان خاطبوا المبعوثة الأمريكية قل له إحنا والله يا أخي الحارب دي إحنا فرض علينا الدعم السريع وإحنا في الشمالية وفي مروي أول جهة خاطبنا أول جهة حاصرة الدعم السريع بيتهم باطل وعاوزينكم تنزل عقوبات على قادة الدعم السريع وتعتبر الدعم السريع منظمة إرهابية موضوع ده بسيط يعني خطابان ثلاثة يعني خالسيلك حنان حسن أمين مكي آآ خليفة دنقر دير هم اللي بيصيغوا البيانات دي نفرين ثلاثة اكتباب اللي عملتوا الحاجة دي ما عملتوا ما هي الحرب دي عندها أوجه مختلفة لازم كل واحد فيه احنا نقعد في الوطأ كلامي ده انت بتشوفه وحسي والله ممكن يكون كويس وممكن يكون كعب عارف انت هشوفه كويس وكعب ليه لانه الخطوة الاساسية ما عملتها اللي هي عشان تكوين لجنة تتكلم باسم المواطن لجنة من المواطنين خلوا الجيش في حاله وخلوا للولاية المعين والبرهان بياخد تعليمات في حاله أعملوا لجنة براكم من المتضررين أعملوا لجنة من النازحين أعملوا اللجنة من المختصبات أعملوا لجنة من الناس الفقدوا عرباتهم بلاغاتكم البلاغات المشتها اللجنة بتاعت الجرائم الدعم السريع طبعا اللجنة دي موقفها البرهان زحى النايب الاول كماسكة جاب نايب تاني بعد شو اشعله ولي وزير العدل بكلفه بخرابيت بيخدر فينا ساي البرهان عنده القدرة كل يوم يقول لك احنا انا بليت الشعب السودان انتصرت عليه احنا يا برهان ايامنا محسوبة مع الخريف اللي هو المانع والعائق الرباني بعدها هتحصل حاجات مختلفة يا برهان احنا بنحمل في الناس ديال في مناطق تقعد تسلمونا الحتات اللي احنا كنا قاعدين فيها وبناكل منا ونشرب منا تقعد تسلموا اللي يوم فقالت ليه وشنو حس المواطنين الفي سنجة وضواحي سنجة بتتكلم عن تلتمية واربعمائة غرية نزحوا القدارف القدارف حسي مهددة لانه انت ما مش اتأمنتها القدارف مهددة مش لانه واليها ولا قايدة الحامية بتاعات الطابور القدارف انتو قايدة الحامية والوالي ما طلعوا قوة مشوا شافوا الدعامة على بعد تلتمية متر عشان ما يجوا القدارف حسي اخدت ليهن الارتكازات هناك ودفاعاتي المتقدمة انتو ما عملتو الكلام ده ما عملتو معناه دارت تسليمين بعد الخريف ده طوالي يعني في جنو يعوق الدعم السريع دخل له سلاحه وبتسح له في المعابر والنغاسة قاعد تصل والسودان كله عارف انكم دخلتوا لنغاسة في اسلاح كل الناس عارف الكلام الزمن يا اخواننا ما في مصلحتنا عندنا كلها تسعة وعشرين يوم الخريف انتهي تسعة وعشرين يوم كل يوم بيمر احنا بنخسر فيه كل يوم احنا ما بنتقدم بنفجد بعدين الرجعها بتكون صعبة هس احنا استراتيجيين نركز على المناطق احنا فيها كتار وهم فيها شوية الخطة الخطيها الرئيس هي تالاركان والموافق عليها سرعاته وكباشه وبرهنده انسوها شرطوها ما تشتغلبها اشتغلب الخطة بقولها لك دي احنا كتار وين حول المصفى بتاع الجيل نجيب قوتنا من كسلة من هنا بخاطب اه كل القبائل في كسلة تعمل استنفارة بكرة تعمل امدادة بكرة بجيب من الفاو الفاو بعيدة من كسلة وبرصدان والجوية والبحرية في الشرق بجيب لها قوة واديها تمسك المحور الشرقي بتاع المصفى بجيب قوة من الفرقة التالتة فرقة التالتة بكرة ما طلعت ابقى الفرقة التالتة الغايض ما حقها طابور كلها طوابير وبعدين بجي بوري الدعامة فيشن في الفرقة التالتة وفي المعاجل بقول لين ده سيدة سمين مش بيقول لك الانصرافي فيك معلومات استخباراتية ومش خليفة دنجر قل لك الانصرافي عميل اماراتي نخدها بالمنطق والموازنة عميل اماراتي كيف يعني بايد مواقف الامارات حلو الامارات كانت دار تخش في اتفاقية جينيفا صح ولا غلط القال نمشي طلع هاشتاغ قال نمشي جينيفا منه انا قلت الغرف بتاعة الدعم السريع والحري والتغير خليفة دنجر تاني يوم كتب منشور قال الهاشتاغ ده طلعته انا طيب لما نجيش يمشي جينيفا فمنو في جينيفا والجيش رفض. ان جايبين الامارات مراقب وهي متهمة بالحرف في السوداء. فانا قلت الجنيفة دي ما بنمشير مادان فعل الامارات. انت قلت الجيش يمشي قعد مع الامارات. وانا قلت الجيش ما يمشي قعد مع الامارات. طلع عميل الامارات منه. انت فاكر نفسك بيتواجهني انا. يعني انا مخليك تاخد المساحة دي وتسوق الغنب بتاعينك ديل. وتعمل لك شويتين. انا بعايلك وبراعيلك. شوف. انا بديكم انزار كلكم. والله العظيم. ما سألك ما معناها ما شايفك. ومهما كنت انت حاقير وصغير. انا شايفك. لاجاك زول في الكوكب ده قال لنفسه انا في الارجاء. سمحت الحاجة دي في بني ادم قبل كده قال في روحه. انا في الارجاء. ما سألك ما معناها ما شايفك. فانا بقعيلك حسن. تهديد عديل للقوات المسلحة. عندكم تسعة وعشرين يوم ناس نهر النيل. ناس الدامر. ناس عطبرة. ناس اه الشمالية. ناس دونغولة. عندكم تسعة وعشرين يوم. قريب ده انتهى الدعام حيجوكم. المسؤول قام بيشغلوا حبابه. ما قام بيشغلوا. حنطالب باللجان بتاعة المواطنين. عملتوا لجنة. مرحب. ما عملتوا لجنة بكرة صباح لما انت سلموا ولاياتكم دي. ما تجيو هنا تتبكوا. تسكتوا ساي. شفتوا العبرة في الخرطوم. شفتوا العبرة في العبرة الغالية. شفتوها في مدن وفي الجزيرة. شفتوها في سنجة. بعدين تتفرجوا. بتعملوا في شمين تحسي. اليوم كله بعدين تتكلموا. خلاص انا حديك الخطة الاستراتية. محل احنا كتار تعالوا نمسك الدعامة دين نبيل لهم. تتحرك لنا الفرقة التالتة. تتحرك لنا المستنفرين وقوات محمد صديق ربنا اتقبلوا. تتحرك لنا القوة الوعد بيها البرهان. قال حكوم مستنفرين اللي قاعدين في الارتكازات. حشكلهم. الكلام ده له اربع شهور. دائر الزهور اللي تخاطب معه البرهان يطلع له التغرير. انا ممكن اجيب لكم التغرير العسكرية. وحجيبها. برهان الوعد قال ان القوة دي تتكون قوة. شهر واحد انا حتكون عرباته براه. سلاحة براه تدريبه براه وتتحرك. الغوة دي قال حتمشي الجيل جوة. دارين اشوفكم جوة. مشيتوا حبابكم ما مشيتوا فينجي بعد داك نفيتوا. زي اليوم داك قلت لكم القوات بتاعت الهية العملية تتحركت القوة بتاعت الجيش الفرقة التالتة بتحصيلها. ولا عندي لكم حاجة ولا بعرفكم ولا شفتكم. بجيب ميتين كونزاته. معه جلدي فيها كده. الفرقة التالتة فيها كده. عدد القوات كده. نوع التسليح كده. خلي الدعام يركبه ميتين كونزاته. ويته بعدين حتسوي شنو يعني. ما حتسلمه ان المفتاح وتركب لك تاتشر. نجي نلقاك بتتبكى في المعبر. انها مؤلمة. قلبنا بتحقق. دراما دي احنا عايشينها قابلي كده. انا بقول لك الحاجة دي ما تحصل حسن. وما حنسمح بيها تحصل. والكلام ده حسي دي بداية الكلام بس. المقاومة الشعبية بكرة تكون في حالة استعداد. المستنفرين في حالة استعداد. استعدادك ما جوى الولاية. تطلع لي تمشي حتة محددة. احنا في سنار عشان نعم من سنار حنطلع نمشي يا بالموية. احنا في سنار واحنا في النير الازرق وغوات النير للبيض. حنمشي ندخل اه سوكي او الدندر او سنجة. حددوا الحتة اللي بدارينا عندهم. ايه زولي حدد له حتة. نبدأ لكن بالحتة اللي احنا فيها كتار. انا شايف مدني دي احنا فيها كتار. بكرة الطيارات حقتنا كلها تتوجه مدني. الزخيرة اللي عندنا اللي كانت ماشى المهندسين ماشى كراري ماشى مدرمان كلها تجيف. تمشي لي مدني. مدار نقص بتاع زخيرة امداد. مش الحنك بتاع الجيش ده. بيقول لك تقدمنا تلاتة كيلو والزخيرة امتهت. تكون انت عارف الحنك بتاعه. ده نزول شفاتي كده بتاع مضادة بدون دبابير. ايجي واخد تلو بوري احمر ونضارة سوداء يكون ماسك له جهازين واحد سورية. الغوة دي طلعت بعد ربع ساعة حتى يضرب لك تليفون يقول لك اسمحك اطعانا زخيرة. طوالت هاتشاراتك تكون جاهزة. باللون. استلموا الزخيرة يا الله ارحمة. نطوا فوق طوال يا اخوانا فلان نطوا فلان نطوا فلان نطوا. ام رسولي الكاكت دينوما فاتحة حتى اتشاراتك. مقاومة. استنفرين اركبوا الحديد بها صحيح. طوالت بدي لك ارحمة. نبدأ بحتة سرعطة وجودنا فيها كتير والدعم السريح فيها البسيط. دعم السريح محاصر جوا مدني. ما ممكن تكونوا ما شايفين. ايتوا ما بتفتحوا خورة ولا شنو. الدعم السريح محاصر جوا مدني. متحرك يكون ماشي بس مدني. ما عنده واحد وجهة ثاني. كم مرة احنا بنسمع متحرك قطع كبرى الخياري. على بعد ربع ساعة من مدني. شايفين انوار السوق الشعبي. كل يوم تخدروا فينا اربع شهور. في النهاية حيبين لكم انتو ديل. في النهاية حيبين لكم انتو ديل. حيحزروا منكم السلاح والطيران. وحيحاصركم الدعم السريح. ايتوا ما بتمرجوا منهم. حس عندكم الفرصة. خشوا لهم مدني. يشوف موضوع مدني ده مشكلتها شنوزاتها. قالوا المدن القاعد فاد دعم السريح احنا خايفين من موضوع المواطنين والازح يكون كبير. الكلام ده عن تجربة ولا الكلام ده بناء على زول خدت خواطره ولا خدت تصوره. لو خدت تصوره انا ما قاعد اقتنع بي تصور القادة دي. اي تصور خدتو زي وشهم. اي تصور خدتو زي وشهم. انا كنت بقرأ عن حاجة كده. ما شاية قلت يا اخي الجيش ده يمكن يكون فاهم حاجة احنا ما فاهمين. قلتها اجانا شنو? وده بقرأ عن الانسحاب التكتيكي. ده لك اندحار. حتى الجيش والجيوش العظيمة ما بيسميه انسحاب التكتيكي. بيسميه اندحار. قال لك كيف? اه. قال لك في الحروب او في الحربي يكون الهدف على المدى البعيد هو هزيمة العدو. بسم الله الرحمن الرحيم اكتب عندك يا جياشي. الهدف على المدى البعيد او القصير هو هزيمة العدو. اول الحاجة نتفق على دي. نتفق انه احنا شغالين في البنعمة الفيو ده نهزم الدعم السريع. في فرصة انه نفاوضه? لا. فرصة انه يستسلم? لا. فرصة انه احنا نستسلم? لا. فرصة انه نشاركه في انتقالية? لا. الحاجة الوحيدة اللي احنا بنعمل فيها الان يا جيش اسمه اشنو? هزيمة العدو ده. الدعم السريع. اتفقنا على الحاجة الرجال والنساء. اطفال وشيبا جيش مدنيين? حلو. قال لك تتضمن الاساليب التكتيكية الفعالة في هذا الامر اضعاف معنويات العدو من خلال الحاق الهزيمة بجيشه وتحويلهم من ساحة المعركة بمجرد ان تصبح القوة غير منظمة فانها تفقد قدرتها على القتال. الخطوة دي القوات المسلحة في اللول قامت بها. كتن القائد حميتي والدعم السريع ما زال يحتل القرى. كتن عبد الرحيم والدعم السريع ما زال يحتل القرى. كتن علي عقوب والدعم السريع ما زال محاصر الفاشر. قال لك انت بتضرب القوة الاساسية حقة الصلبة بالشتة بيبقى ماليشيات ما عندها قيادة وهدف. ده المفروض اللي احصل طبيعي. لكن طبعا الجهات الصنعة الدعم السريع دا تحول الموضوع ده اللي يحارب ماليشيات اصلا. ما كان هدفه انه الدعم السريع ده يكون كيان. لانه لو بيقى كيان حيحاسب سياسيا وحيحاسب آآ آآ قانونيا. حس الدعم السريع ده اللي بيعمل فيه ده بيقول لك احنا ما لاقين حميتي. احنا ما لاقين ججة في الجزيرة. احنا ما لاقين كيكل. احنا عشان ندينوا ليكم. نقبضوا ليكم. فحولوا الدعم السريع هم ذاتهم مادة ما ينجيش. اتحول الدعم السريع لماليشيات كل ماليشي تمسك لها قرية او مجموعة. او مدينة. ده احنا انجزناها. اتحولت ضدنا لنا. قال ويصبح بوسع المنتصرين مطاردة البقية ومحاولة التسبب في اكبر قدر ممكن من الضحايا. او اخذ اكبر عدد ممكن من الاسرة. احنا ما قاعدين نطارد ولا دعامي. دي الحريق. قال ليك اتب تضرب القوة الصلبة. اتحولوا لمجموعات فاقدة القيادة. بعدين بيسهل عليك تطاردهم تكتلهم او تاخد منهم اكبر عدد من الاسرة. احنا شتتناهم في الجزيرة ولا اثير واحد ما بسدنا. تمام. بل ومع ذلك يتعين على القاعد موازنة الفوائد المترتبة على مطاردة عدو غير منظم مقابل احتمال استجمع العدو قواه وترك القوة المطاردة عرضة للخطر. مع تعرض خطوط الاتصال الاطول لهجوم مضاد. تكون النتيجة قيمة التراجع المختلق. قيمة التراجع المختلق هو الانسحاب التكتيج. قال لك لغاية يقوم اعمل انسحاب في مدني مسلا. قوتي بسيطة قوة الدعم السريح كتيرة. قال لك انت ممكن تنسحب وتاخد ملف كده. وتبدأ تطاردهم مجموعة مجموعة تقسمهم وتفرتبهم. لكن قال لك تاخد في حساباتك ان القوات دي ممكن تاني تبدأ تحشد وتتجمع عليك. حتى بر مدني. فانت لازم تعمل موازنة في عملية الانسحاب التكتيج ده. اخونا احمد الطيب بتاع مدني انسحب التكتيج ان نعتبره. وشال قواته دي عشان يعيد تنظيمة وترتيبة مشى قاعد في سنه. تسعة شهور قاعد في سنه. الدعم السريح ده عين والي جو مدني. وده قاعد تسعة شهور. الدعم السريح ده صان كباري وفتح مشاريع زراعية ومول المزارعين. وكمان عمل له حكومة. وده يريع لنا بموافقة الول المتحدة. ده تسعة شهور قاعد هناك. جاءت القوات بتاعت الجزيرة بقين احنا في الوضع المشتت هي الدعم السريع بدل نشتت قوته في الجزيرة وفي مدني جام هو الشتتنا. عندنا متحرك ما معروف قاعد في الخيار ده حاج منه ذاته ما عارفان. فواحد قاعد في بيكا. فواحد ماسكوا ادم هارون. فواحد ماسكوا الربيع بتاع السنار. فواحد عمل خاص. فواحد ماسكوا اللبيب. وده كلهم ماذا عدلين يخشوا مدني. مدني دي هي فاكو برييل وهي عبارة عن شبه جزيرة او جزيرة. طولة كده اتنين كيلو في اتنين كيلو. الربع ساعة بيعاية اللي بيتلفها كلها. تزعى شهور احنا في حالة التوهن. يقول لك الليلة خشينا الغرية الفلانية واستلمنا وما استلمنا. امشي استلم مدني مدني امشي الشارع بتاع مدني الفوشن والشارع ده. انا ده ارى افهم فيه شنو. والله الزرع فيه الغامة. اتجعت الجرجر خليته يزرع. والله يخطوا جناصة في الخالة ده ما في اي عمارة. ما تكود تتكذبوا ليه كتير. داك الكبري اضرب ليه الكبري طيب. اضرب الكبري. مواطن مدني بيعرف بيصرف بيطلع به المركب. ما جديد عليه والكبار دي. بعرفوا يركبوا المراكب دي وبعرفوا يعوموا. لو دهرين يمرقوا. القاعدين دي ما دهرين يمرقوا. سبتوا وركزوا. سبتوا ليك مدني ومنتظرينك بكرة تيجي راجع. تسعة شهر لما ماتوا بجوع. قالوا الانسحابة تكتيك ده بيكون عنده هدف الديني انسحابه واحد انسحابه الجيش ده كان تكتيك وبيسببه عمل استجارة او استلتفاف واسترد المدينة او استردها. ولا انسحابه بتاعي ده اسمه عريد. ما انسحاب دي هذا. اسمه عريد. جري. ولا تكتيك ولا خطة ولا ميتين. يا هيدي مدني. احنا ياسر ياعطى. كلامنا واضح. استراتيجية الانتشار حقاتكم دي انا ما مختنع بها. لكن تعالوا نبه حتة حتة. نستليمها ونستردها وننظفها. رسالتنا لأخونا ويس. رسالتنا للاسال هيئة. رسالتنا للمجاهدين وعلادهم بدا. رسالتنا لتاكسس. رسالتنا للقوة في مدرمان. عندنا مشكلة مواجهة المواطن في مدرمان. اللي هي مسألة المدفعية. والتدوين. كوينوا لينا قوة خاصة. حندخلهم معسكرة صرفة وحنديهم تدريب. لا لا ما دارين الكلام الفاضي. قوة خاصة في خلال الساعتين دي. نوقف تلاتة تاتشارات اخوانا ما شير نفتش محل المدافع دي بالدوين. نمشي بعالبحر ده كده مسافة يكون عندنا بوت نقطع تاتشاراتنا دي نمشي بهناك. نمشي عليهم. ما اي تاتشار فيه رباعي. رباعي. الناس اي زول يكون شاهل قرانوف. التاتشار الثاني القوة كلها شاهلة اربيجي. واي زول شاهله عشرين دانة بتاع تربيجي. ننزل الحتة دي ونجي راجعين. دي العمليات النوعية العمليات الخاصة. نحسم الموضوع بتاع التدوين في بحري. نحسم الموضوع بتاع التدوين في مدرمان. قوة دي ذاتها ياسر نمشي نحرر سوق ليبيا. سوق ليبيا ده الدعم السريعي قاعد وينهي الدكاتين قاعدة في الوطن. جناص يقعد فيه وين ذاته. نزيلها كلها. سيد الوالي الان يقترح مخطة جديد للاسواك في امدرمان. انا ما عارفوا ليه ما ده افتح سوق امدرمان. ده موضوع فيه تساؤل لكن ممكن كله لي خير نظم في والينا الخير. سيد الوالي طلع قرار جديد اللي لا حيوزع اسواك جديدة في امدرمان. تعويضا لأصحاب المحلات بتاع السوق امدرمان. ليه تعويض? انا ما فاهم. عندك الرؤية انه مسلا محل السوق ده تعملوا مشاريع وكده ممكن كون كون حاجة كويسة يعني. المسؤول من الامن في الولاية ورئيس الليجنة بتاعت الامن هو والولاية الخرطوم ده مسؤول من المواطنين المدنيين. ده ارتاتي يا ركتمشي ده قاعد مع يا سرعطة. خطتكم شنو يا سرعطة في تحرير سوق ليبيا. سوق ليبيا ده ده هاكين قاعدة في الوطن. تمسحوها كلها. بناها كله بعدين بيكلف كميعا. اتنين مليون تلاتة مليون دولار ما دكان. دكان سوق ليبيا ده لمن اتحرق وتبلق احيط والدكاكين ما مضروبة بوماستك. ضلفة الباب زمان كان بتتأجر في السنة بتمانية وتسعة وعشر واثناشر مليار جينيه. ضلفة الواحدة. الطبال البر في سوق ليبيا ده. انتوا بشوفوها ساي. لا لا ده ده القروش ذاتة يا امان. امسحو كله بس يا فشنو. عملنا ضربات جوية في قندهار قبل كم يوم وعملنا ضربات قبل شهر وكتلنا منهم مية وخمسين. وده كلها خرابة ساي لان انت ما تحركتها. اكثر قوة خاصة جاهزة الان تخش سوق ليبيا هي قوة اللواء الحفيان. حتى الان ما تحركت ولا متر. ما معروف السبب شنو. فانا بطالبه ان انه ارجع المعسكر نجيب بدالكو الناس تانين. احي دار نحرر سوق ليبيا ده. لان المواطنين الان يعانون من التدوين. ما يجي طلع يا سرعاته يقول لي انا قواتي دي موديها الولايات مناطق التماسيب سوق ليبيا ما قادر تخش التماسيب بتمشي ليبيا زر. ما تود اي قوة يا اخوة. خليوا الناس الولادة اللي عارفين وموروا مزبطوها. حل سوق ليبيا ده وحل الصالحة. نقطة عربية انتهى. اي سؤال تاني. مقاومة الشعبية استعدوا المسألة دي احنا ما في يد الجيش ولا البرهان. موضوع ده ادارات اهلية بكرة تكون اللي جانا تمشي تقوية مع البرهان. ما تقوية مع البرهان. تقوية مع القايدة الحامية بتاعتكم. سلحكم حبابو. ما سلحكم شيلوهو زاتو هيدعووو البحر. ده هيضيعكم. بيجي ينسحب زي يا احمد الطيب. بينسحب زي بتاع الباقير. بيسلم القوة بيسلم العدة بتاعته بينسحب زي بتاع الفرقة سبعتاشر سنجة. ببيعكم. امشي له يا اخوي جاهز احنا دي قروسنا وده سلاحنا. عندنا اتنين مهرباتية تطلعوا لهن ورق عديل. مهرب بتاع السلاح يدو ورق وترخيص من الاستخبارات تدخيل سلاح علني. علني وقت غلاب كنت يجيبوه من السعودية ومصر خلوا المهرباتي دي لجيبوه. ناس بقروشة وبيحقها. تصطفى بعد ده ولاية الجزيرة. تصطفى معسكرات الجزيرة. تستعدوا لعملية تحرير ولاية الجزيرة. هنجيف احنا بيتكلم عن مية الف مستنفر في نهر النيل. دار منهم خمسة الف بس. يجون يبلغوا في ولاية الجزيرة. دي لن حنحرر مدني ونسبتها. بعد ده الجيش دار اشتغل اشتغل حبابه. مدار اشتغل لكن من نحسي احنا عندنا 28 29 يوم لنهاية الخريف. وعندنا ايام للاجتماع بتاع نيويورك. اشتغلت واشتغلت وما اشتغلت وكونوا عارفين البرهان ده بخدر فيكم بس. اشتغلت واشتغلت.